اشتركوا في القناة حسب حصيلة صدرت عن مصالح الدرك الوطني أمس كما تم تسجيل حالة وفاة في العاصمة وجرح شقي البلاد نتيجة انهيار مساكنهم بسبب سوء الأحوال المناخية الخبر كان لصحيفة الشروق أيضا هذا كان خبرا صورا الصحيفة نشرت صورة نشاهد الآن على الشاشة لمدى كثافة الثلوج التي تساقطت خلال الأيام الماضية على الجزائر سأبقى مع الجزائر ولكن بصور الفيديو التي وصلت مؤخرا من مكاتبنا للعاصمة الجزائرية الآن نشاهدها على الشاشة هكذا بدأت خلال الساعات الماضية تحديدا خلال الساعات 24 الماضية لو تحدثت على خلفية هذه الصور عن التوقعات المناخية الخاصة بالعاصمة الجزائرية لمستوى اليومين المقبلين نتحدث عن احتمالات أمطار مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل نسبة عالية جدا الليلة للأمطار 70% وقد تكون الأكثر كثافتها تقدر بحوالي 6 مليمترات وأيضا وشدد على انخفاض كبير جدا لدرجات الحرارة في الفترات المسائية الليلة في العاصمة الجزائرية ستصل إلى درجتين مئويتين ونتحدث عن استمرار طويل لهذه التقلبات المناخية على مستوى كل هذا الأسبوع ولو تحدثت عن صورة الرياح بالأرقام هناك مؤشرات إلى 25 كم في الساعة على مستوى فقط اليومين المقبلين في الجزائر هذه كانت الصورة المناخية بشكل إجمالي للجزائر